وضع مهين تتعرض له الميليشيا في محافظة البيضاء وكلما ذهبت إلى محاولة تطبيع الحياة ردت المقاومة الشعبية عليها بأكثر من طريقة قد لا تكون آخرها كسر حملة عسكرية كانت متوجهة من مديرية رداع إلى منطقة القاهر إذ خاضت المقاومة معها معركة شديدة قتل فيها عدد من الميليشيا بينهم قيادي بارز وآخر من المقاومة بحسب مصادر في المحافظة كما هي العادة إذن فشلت الحملة بالنسبة للميليشيا التي تحاول منذ عام إخضاع الحياة في هذه المحافظة لسلطتها في أكثر من منطقة ومديرية فلا الميليشيا أنجزت خطتها في السيطرة على المحافظة ولا المقاومة تلقت الدعم اللازم لتتخلص من مشروع الجماعة الإنقلابية لكن تستحق المقاومة في هذه المحافظة بالذات أن تكون هي التعريف الموجز أيضا لمصطلح مقاومة وما يقوم به أبناؤها في هذه الجبهات هو المعنى الأوسع والعملي للمقاومة كما ظلوا يواجهون عناصر جماعة الحوث وقوات الرئيس المخلوع المجهزة والمدربة بسلاحهم الشخصي وغير مكتفيين بالمواجهة بل ينتهجون من فترة إلى أخرى طرقا لإدارة معاركهم فأحيانا يهاجمون وأخرى ينصبون الكمائن كما حدث في طريق منطقة رزيق بالملاجم ومديرية الطفا حيث لقي عدد من عناصر الميليشيا مصرعهم وجرح آخرون في منطقة طياب التي لا تتوقف فيها المعارك أصلا على غرار جبهات منطقة ذناعم والزاهر والحباج في آل حميقان شكرا شكرا